سؤال الانترنية من وين يجي يعني معقولة اكو قمر صناعي يبثل العالم كل هاي المعلومات لو اكو دولة اتها غاردات ونخلي بها هاي البيانات وتبثل العالم مناك زين ذاهيتش يجوز هاي الدولة تقطع عنا النت بيوم من الايام شوف ترجع فكرة اختراع النت الخمسينات القرن الماضي وتحديدا بامريكا وكانت الفكرة انه يربطون حاسبتين بحيث يدزون رسالة من الحاسبة الاولى لحاسبة التانية حتى اذا كانت المسافة قريبة ببياناتهم وتمنت الفكرة في وقتها وزارة الدفاع الامريكية وكان هدفها سرعة استلام الرسائل اثناء الحرب وبعد البحث السنوات القادمة قدروا بالعام 1969 ان يطبقون الفكرة بحيث ربطة وشبكة حاسبات سوى وكان هذا بمدينة كاليفورنيا وكانت هاي التجربة هي الحجر الاساس في فكرة تطبيق الانترنية العالمي موجود حاليا يعني الانترنية ما الى مصدر ثابت ياخذ منها البيانات وانما انت تستلم معلومات وتبث معلومات بنفس الوقت بين مكانين او اكثر وماكو اي دولة تحتكر النت لان بكل بساطة هاي الدولة تكون مربوطة بكل الدول عن طريق كيابلات ضوئية خاصة تنقل وتستلم البيانات حالها حال اي دولة اخرى وهاي الكمية الضخمة من الكيابلات تكون ممدودة بالبحار والمحيطات وحتى بالصحراء والجبال متوصلة بين الدول وتتوصل نهاية هاي الكيابلات على سيرفرات خاصة موجودة بكل دولة وتكون هاي السيرفرات مبرمجة بحيث تفسر لغة البيانات المستلمة وتبثها بدورها المصادر استخدام النت من الشركات الموجودة بكل دولة واللي بالنهاية توصل للراوتر مالتك بالبيت والسؤال هنا تقدر دولة من العالم انه تقطع النت من عدنه؟ يعني مثلا تقدر امريكا تقطع النت من العالم؟ والجواب لا طبعا لان هي اذا فصلت الكيابلات الخاصة بيها فما راح ينقطع النت من عدنه وانما راح ينقطع التواصل ويا امريكا بس والمواقع اللي يتنبث مناك اما تواصلنا ويبقية الدول فما راح يتأثر ابد وبما انه معظم المواقع المشهورة مثل فيسبوك وانستجرام ويوتيوب وغوغل تنبث من امريكا فما راح نقدر نفتح هاي التطبيقات بس هذا ما يمنع انه نفتح اي موقع اخر مو امريكي او نتواصل ويا اي دولة اخرى بالنهاية هاي الشركات مستفادة استفادة كلش جبيرة وارباحه هواي مستخدام لهاي المواقع واللي اقصد بي انه الانترنت شغلة والتطبيقات اللي نستخدمها احنا داخل النت شغلة اخرى والنت الجاي نستخدمه هو ملكه لكل الدول والكل مستفادة مني لان جاي تستلم وتبث المعلومات بنفس الوقت وهذي كل ما بالسالفة ففرحت انتم بعد ما انقطع النت والابد كان لك عملا للصباح كان لك يلا اشتركوا في القناة